موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم الأستاذ أحمد الحوت وأستاذ العلوم والأحياء النهاردة بناخد الوحدة الثالثة اللي هي التكاثر واستمرار النوع وبناخد الدرس الأول التكاثر في النبات وناخد الجزء الثالث والأخير من هذا الدرس في منهج العلوم الصف الثاني الأداد الترمي الثاني سنة 2018 ما تنسوش تتابع صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت أو بتكتبوا www.facebook.com سلاش أحمد أربعة الحوت هيدخلكم على صفحتنا مباشرة كنا تكلمنا في الجزء اللي فات عن التكاثر في النبات وقالنا التكاثر نوعين تكاثر جنس اللي هو الزهري والتكاثر اللي هو الجنس اللي هو الخضري وتكلمنا عن التكاثر الجنسي اللي هو الزهري ثم بعد ذلك عرفنا أن التكاثر الجنسي في النبات يتم عن طريق خطوطين هما التلقيح الزهري والإخصاب ولابد من حدوث اللي اتنين مع بعض التلقيح الزهري هو عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك الأزية إلى ما يسم الكرابل ثم بعد ذلك أخذنا أنواع التلقيح الزهري اللي هو التلقيح ذاتي وتلقيح خلطي التلقيح الذاتي هو انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى ما يسم نفس الزهرة أو من موتوك زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نفس النبات أما التلقيح الخلطي هو عملية انتقال حبوب اللقاح من موتوك زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع ثم بعد ذلك أخذنا طرق التلقيح الخلطي عندي 3 طرق اللي هو التلقيح بالرياح والتلقيح بالحشرات والتلقيح الصناعي ثم بعد ذلك تكلمنا عن الخطوة الثانية من التكاثر الجنسي اللي هو الإخصاب وتجرى عملية الإخصاب بعد انتقال حبوب اللقاح من الموتوك إلى الميسم وبعد ذلك بيحصل أن الميسم بيفرز لي محلول سكري والمحلول السكري فيه الغذاء المناسب لإنبات حبة اللقاح ثم بعد ذلك حبة اللقاح بتطلعني أنبوب لقاح وبداخل هذا الأنبوب نواتين ذكريتين وبيمتد الأنبوب إلى فتحة النقير حتى يصل إلى البويضة من خلال فتحة النقير ثم بعد ذلك بيتحلل طرف الأنبوب اللقاح ويحدث الإخصاب باندماج النواة الذكريا من النواتين مع نوات البيضة مكونا بويضة مخصوة تعرف باسم الزيجوت أو اللقاحة بينقسم الزيجوت عدة انقسامات متتالية مكونا الجنين الذي يكون فيما بعد نبات جديد آخر وبعد عملية الإخصاب بيحصل أن المبيض يكون للثمرة وأن جدار المبيض بيكون لجدار الثمرة وأن غلاف البويضة بيكون لغلاف البذرة وأن البويضة ذات نفسها بتكون لبذرة وقلنا أن الثمار بتختلف فيما بينها لطبيعة المبيض فإذا كان المبيض بيحتوي على بويضة واحدة فبيعطي الثمرة بداخلها بذرة واحدة زي الزيتون والخوخ أما لو كان المبيض يحتوي على عدة بويضات فيعطي الثمرة بداخلها لعديد من البذور زي نبات الفول والبازلاء ويجي سؤال على الفاذين نقطة احتواء ثمرة الخوخ على بذرة واحدة بينما ثمرة البازلاء على عدة بذور أقول له لأن المبيض في ظهرة نبات الخوخ يحتوي على بويضة واحدة بينما في ظهرة نبات البازلاء بيحتوي على عدة بويضات النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تاني نوع من التكاثر في النبات هو التكاثر الأجنسي اللي هو الخضري بعيدا عن الظهرة يبقى فيه هناك نباتات يمكنها التكاثر بدون أزهار وذلك عن طريق أجزاء من الجزر أو الساق أو الورقة أو البراعم حتى ويسمى هذا النوع من التكاثر باسم التكاثر الخضري والأفراد الناتجة عنه بتكون مطابقة تماما للنبات الأصلي يبقى إيه هو التكاثر الخضري هو عملية إنتاج أفراد جديدة من أجزاء النبات المختلفة دون أن يكون للزهرة دوا في هذه العملية أنواع التكاثر الخضري نوعين التكاثر الخضري طبيعي وتكاثر خضري صنوعي التكاثر الخضري الطبيعي هندرس بس الدرانات أنا في حاجات كتيرة عندي ولكن هندرس التكاثر الخضري الطبيعي بالدرانات أنا عندي الدرانات والأبصال والكرمات والفسائل والريزومات هناخد الدرانات فقط تحمدوا ربنا الدرانة إيه هي؟ هي جزء منتفخ من جذر عرضي أو ساق أرضية يحتوي على براعم نامية يستخدم في عملية التكاثر الخضري لو أنا جبت درانة بطاطس بطاطساية بلا ان فيها فتحات ومسامات صغيرة لو انا سبت البطاطسايا شوية كده اسبوع ولا اسبوعين في مكان رطب او في المطبخ بلا ان بيطلع لي كده جزء صغير على البطاطسايا ده بسميه برعم البرعم ده لو انا اسمت البطاطسايا الاجزاء كل جزء فيها برعم او برعمين وزرعت هذا البرعم في الارض بلا ان البرعم ده بيطلع لي نبات بطاطس جديد يبا كده تكاثر النبات بعيدا عن الزهرة يبا البطاطس دي عبارة عن ساقة ارضية اما البطاطس هي عبارة عن جذر عرضي يبا البطاطس اساسا من الثمرة عن طريق الزهرة ولكن هي ثمرة عن طريق الساقة اما البطاطس هي ثمرة عن طريق الجذر تمام؟ لما انا بقطع درنة البطاطس الى عدة اجزاء بحيث يحتوي كل جزء منها على برعم او اكثر ولما بزرع الجزء اللي هو فيه البرعم ده بلاحظ نمو البراعم مكونة مجموعة جذري ينمو الاسفل ومجموع خضري ينمو لاعلى ثم تتحول للدرنة القديمة اللي هي الام بعد فترة في النبات الى العديد من الدرنات الجديدة اللي هي بتاعة البطاطس التكاثر الخضري الصناعي بيحتوي على اربع انواع من التكاثر اللي هي التكاثر بالتعقيل والتكاثر بالتطعيم والتكاثر بالترئيد وزراعة الانسجة اخذ اول حاجة التكاثر بالتعقيل ايه هي العقلة هي جزء من ساق او جذر او ورقة بيحتوي على براع نامية يقطع من نبات بغرض استخدامه في عملية التكاثر الخضري العقلة زي عقلة الصباح بتلاقي النبات مقسم الى عقلات تمام زي نبات العنب نبات القصب نبات الورد بتلاقي فيه عقل في الساق بتاعه لو انا بصيت على نبات القصب بلا ان فيه عقلة في نبات القصب ممكن اقطعها وازرحها يطلع لي نبات جديد من القصب بس بشرط يحتوي على برعم يبال براعم التي توضع في التربة بتنمو مكونة مجموع جذري ومجموع خضري المجموع الجذر اللي هو بيكون فيه التربة اما المجموع الخضري اللي هو بيطلع لي فيه الهواء ملاحظات مهمة بيتم الحصول على العقل من المشاتل وبيتم نقل الشتلات التي امكن الحصول عليها من زراعة العقل الى الحدائق والحقول لغرسها في التربة للحصول على افراد نباتية جديدة بعد كده التكاثر بالتطعيم التكاثر بالتطعيم هو تكاثر خضري صناعي يتم فيه وضع جزء من نبات يحمل اكثر من برعم يعرف بالطعم على نبات اخر متقارب معه في الصفات يعرف بالاصل انا مثلا رح تواخد الطعم ورح تحطه في النبات التاني متقارب معه في الصفات فبسم النبات ده اسمه النبات الاصل رح تراشئها فيه كده فبيطلع لنبات جديد اخر على النبات ده واتبسميه التكاثر بالتطعيم او ان انا بلزقها فبسميها التكاثر بالتطعيم عن طريق اللسق وعندي طرق للتكاثر بالتطعيم زي التطعيم باللسق والتطعيم بالقلم الامثلة بتاعة النباتات اللي هي متشابهة مع بعض زي البرتقال والنارنج دولة متشابهين مع بعض التفاح والكميثرة متشابهين مع بعض الخوخ والمشمش متشابهين مع بعض عند التطعيم باللسق ويتم فيه لسق الطعم على الأصل كما يحدث في نبات المنجو عند نبات المنجة بلسق الطعم على نبات الأصل أما التطعيم بالقلم يتم غرص الطعم المجهز على شكل قلم فيه للنبات الأصل كما يحدث في الأشجار كبيرة الحجم يبنا عندي طريقتين التطعيم باللسق إن أنا بلزقه وبربطهم مع بعض أما التطعيم بالقلم بعمل الطعم على هيئة قلم ثم بعد ذلك أحطه في الأصل ثم أربطهم مع بعض ويتم ربط الطعم بالأصل بإحكام ويجي سؤال علل هنا أقول له حتى يلتصق معا فيتغذى الطعم على عصارة الأصل ملحوظة مهمة جدا بتكون الثمار الناتجة من التطعيم باللسق والتطعيم بالقلم من نفس نوع الطعم لو أنت مثلا عاوس تشيري شجرة من المشتل شجرة بتاعة برطقان أو سفندي يقول لك باش أنا ممكن أديك شجرة فيها فرع يستفندي وفرع برطقان تقول له إزاي كده يا جدع أيوة أنت بعد ما درست عرفت أن أنت ممكن تعمل الأنواع المتشبهة مع بعض تخليهم في نبات واحد فهو عمل تطعيم لشجرة البرطقان وطاعمها بفرع أو فرعين من شجرة اليستفندي عادي خالص تمام ولا يتم التطعيم إلا في الأنواع المتقربة فقط يا شباب ركزوا جدا علل يمكن إجراء عملية التكاثر بالتطعيم بين كل من البرطقال والنارينج أو يجي سؤال علل لا يمكن إجراء التكاثر بالتطعيم بين البرطقال والخوخ ليه؟ لأن التكاثر بالتطعيم يتم بين الأنواع النباتية المتقاربة في الصفات فقط بعد كده آخر حاجة زراعة الأنسجة النباتية وهي تقنية حديثة تستخدم للحصول على أعداد كبيرة من أحد النباتات باستخدام جزء صغير منه ويجي سؤال علل تعتبر زراعة الأنسجة النباتية من أهم الطرق الحديثة في زيادة المحاصيل أقول له لأنه بواسطتها يمكن الحصول على أعداد كبيرة من النبات باستخدام جزء صغير منه ده أنا ممكن أستخدم جزء صغير من النبات زي الورقة مثلا وطلع من الورقة دية آلاف النباتات ده اسمه زراعة الأنسجة النباتية خطوات زراعة الأنسجة النباتية بيتم فصل نسيج من قمة ساق النبات زي ورقة البطاطس مثلا أو بجيب حتى من ساق البطاطس ثم يوضع هذا النسيج في وسط غزاء غنب المواد العضوية والهرمونات بينمو هذا النسيج الصغير مكون النبات بحجمه معين بحجم صغير يعني ينقل هذا النبات إلى التربة ويترك لكي ينمو طبيعيا طبعا وما بيطلعش نبات واحد أو بيطلعك كتير خالص يعني ممكن يطلع لي هنا حوالي 200 نبات في الأنبوبة الوحدة أو مثلا 50 نبات في الأنبوبة الوحدة كل نبات لوحده بنقله فيه التربة وزرعه ويطلع لي نبات جديد ده طبعا وأنا بعمل زراعة الأنسيجة بإيدي في المعمل ماذا يحدث عند فصل نسيج من قمة ساق بطاطس ووضعه في وسط غزائي وهرمونات أقول ينمو النسيج مكون النبات جديد من نفس النوع وبكده يكون انتهى درسنا النهاضة رب تكونوا استفدتم معانا بهذا الدرس وأسيب لكم رابط أسفل الفيديو على الواجب يريدوا تحلوا الواجب ولو فيه أي استفسار على الواجب أو أي سؤال اكتبونا أسفل الفيديو وإحنا هنجاوب عليكم إن شاء الله شكرا لكم على حسن استماعكم كان معكم الأستاذ أحمد الحوت أستاذ العلوم والأحياء وإذا أجبكم الفيديو أعملونا لايك وشيل للدرس ولا تنسوا الاشتراك في القناة وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت أو بتكتبوا في الويب سايت www.facebook.com سلاش أحمد أرباء الحوت هيدخلكم على صفحتنا مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته